يعني يعيش هذه المشاعر صح فعلا ويمكن انا بالامس او اليوم يمكن اشوف ان الناس في ناس يعني فيه ثواب اسباعي اللي هو يعني كان في طيارته الى السعودية ومعه كانوا ناسها توقع من استراليا فقالوا انتوا ليش جايين هنا للسعودية قالوا في ناس خوفونا قالوا انوا يعني مش يبديكم فجووا وشافوا بعينهم فعلا العدات والتقاليد الكرم اللي الناس يعتبرونها لا فضلوا مني يعني هذه من عداتنا وتفاعلتنا وانت قاعد تلقل هذا الشيء الحقيقي يعني انت من امن البلد يعني ما اتكلم معاك مو سعودي انت سعودي لكن انا اقول كيف يعني ايضا ننقل هذه الصورة للخارج بالتعامل انت شفتوا بعينك شوف بالنسبة لل انا امس خصوصا في العياد الوطنية وعيام التأسيس انا قاعد اشوفي نقلة صورة ونقلها عن السعودية والسعوديين بشكل غير عن السنوات السابقة يا سلام تمام وهذا شيء يعطي انطباع عن المملكة العربية السعودية بحكامها ومواطنيها يعطي انطباع عن الوفاء عن الكرم عن الشجاعة عن المروءة انت تتكلم عن يعني تقريبا يعني قاعد احاول لقى كلمة تعبر على يا سلام يعني انا اتوقع انه فعلا الانسان اذا كان يبغي يعبر بحب يخوط خونها المشاعر فعلا ويعني ما يبغي يدور الكلمة اللي يتناسب للمكان هذا لكن خلنا اروح الى جانب ثاني يمكن جانب يكون شخصي حذيفة كثير من المشاهير وانت من المشاهير وسائل التواصل الاجتماعي اشتهروا في السعودية يحاول انه ما يبين انه سعودي اذا كان مو سعودي فبيني يقول انا اوكي لا تسألوني لا تسألوا عن جنسيتي انت بكل صراحة انا فعلا ذكرت جنسيتك وانا مني سعودي ايش تشوف انا ابغي الرسالة للشخص اللي نفس الحكاية يعني هي مثلها مثل القبيلة مثل اي شي ثاني يعني انت لما خلقت خلقت كذا فليت خفيها فليت خفيها يعني بالعكس انا استغرب من بعض الناس انا شايف كثير جنسيتك وانت ايفروش تكون جنسيتك ما يحاول انه يخفيها انا من عمر الدنيا رغم اني لو اخفيت هذا الشيء محد بيعرف لكن من عمر الدنيا وانا العالم كلها تعرف اني انا جزائري بالسوشال ميديا ومع ذلك استغرب انه فيه ناس يقولوا يعني التغريدة اللي انا حطيتها ايه اغلب الناس قلوا ناس يعرفوني من زمان فتساجعوا بالتغريدة رغم انه سابق اني سافرت الجزائر وسبق اني غطيت فيها وسبق اني تكلمت وسبق اني قلت ومع ذلك ومع ذلك اخفيت عن الناس لكن انا اعتبع على الناس اللي يعني هو يكون من جزائر ويحاول يخفيها يخاف يخاف نوعا ما منه ممكن تجي ردة تفعل ممكن الناس ينصدمون انه طيب او انه مثلا يلغو المتابعة او يلغو المتابعة انا ما حبيتك الا هي جنسية بمحتواك هي جنسية بالنهاية اوكي يعني لا توجد اي يعني ما يشايف اي شي معيب او مستنقص يعني وات افري اين كان الجنسيتك فغرابه اتكلمت على هذا الموضوع سابقا في تويتر انه اشوف فيه مشاهير خصوصا ايه هو غير سعودي بس ما انا انصدمت انه بعدين غير سعودي طب ولا مرة تكلم انه غير سعودي ولا مرة ايو ايو طبعا تتكلم ترى الموضوع اما فيه اي شي بل على العكس يعني انا واحد من الناس لما الناس تعرف اني انا جزاري المحبة تحس كذا كانه المحبة زادت تحس كانه فهمت علي تحس كانه بالعكس الناس رح تحترمك اكثر يا سلام الناس رح تحترمك اكثر واكثر ما في شي معيب ابدا بحيب